السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء اليوم سوف نأخذ درسا جديدا بعنوان من أسماء الله الحسن العليم هيا بنا نبدأها بقصة جميلة تبين لنا أن الله تعالى عليم بعباده هيا بنا أن عمر يتفقد أحوال الرعية وإذ به يسمع حديث أم مع ابنتها سمع الأم تقول لابنتها أخلطي الحليب بالماء ليكثر يا ابنتي ردت الفتاة لقد نهى أمير المؤمنين عن خلط اللبن بالماء يا أمي قالت الأم بنيتي إن أمير المؤمنين لا يعلم ماذا نفعل ونصنع ردت الفتاة إن كان عمر بن الخطاب لا يرانا فالله يرانا ويسمعنا ويعلم ما نقول ونفعل يا أمي ففرح عمر بن الخطاب كثيرا بما سمعه من هذه الفتاة إذن يا أحبائي إذن نستنتج من هذه القصة أن الله تعالى يعلم ما في الكون ولا يخفى عليه شيء من أقوال الناس وأفعاله فهو السميع العليم إذن ماذا نعني بكلمة الله العليم إذن هو اسم من أسماء الله تعالى يعني أن الله يعلم ما نفعل ولا يغيب عن علمه شيئا وسيحاسبنا جميعا يوم القيامة فعلينا أن نفعل ما يرضيه ونبتعد عما يغضوه لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما نفعله ولا يغيب عن علمه شيء وسوف يحاسبنا جميعا يوم القيامة حيا بنا نستذكر معاني أسماء الله الحسنى التي وردت في دروسنا ماذا نعني بأن الله الرحيم الرحيم يعني أن الله يعطف على عباده ويحن عليهم ماذا نعني بأن الله العليم نعني أن الله تعالى يعلم كل شيء ماذا نعني بأن الله البصير أن الله تعالى يرى كل شيء ماذا نعني بكلمة أن الله السميع أن الله تعالى يسمع كل شيء وهكذا طلاب الأعزاء تنتهي حصتنا لهذا اليوم وإلى اللقاء ماذا نعني بريد أن الله تعالى ؟ أفضل